سنوات السيسي اضافت موقع نوافذ كتب وده اضافت لمصر سبعة مليون فقير وتلاتاشر الف مليونير. ده موقع نوافذ. وده موقع انا اشجعه اه جديد او بالنسبة لي جديد بيرسلولنا المادة بتاعته. انا بشجعه الحقيقة. لا اعرف ان خامين عليه بس مبسوط ان هم على طول. اضافت لمصر سبعة مليون فقير وتلاتاشر الف مليونير. الدراسة دي اللي ما تستندوا اليها هي دراسة اه قام بها اه قامت بها شركة نايك فرانك ونشرتها الجاردين. والدراسة دي مهمة جدا جدا. احنا حاولنا نقول لك ايه اللي بيحصل في مصر? مين اللي بيغتني ومين اللي بيفتقر? شوفها الساس قبل وتقرض اللوحة دي. خلالك على معلومة بسيطة جدا. هتفصل لك الموضوع. في مصر في حاجة اسمها المؤسسة العسكرية اللي هم الجنرالات اللي بيديروا البزنس بتاع ما يسمى بالجيش وهو ليس ملك الجيش. البزنس ملك الجنرالات. يعني الجيش كتيبة العسكرية المقاتلة ما بتملكش. الوحدة الفلانية ما بتملكش. اللواء الفلانية ما بتملكش. اللي بيملك هم الجنرالات الحاكمين والمتحكمين في هذه الكتائب. هم اللي بينتجوا. وهم اللي بيصنعوا. وهم اللي بيبيعوا لوحدات الجيش. وركز في المعلومة دي اللي المهمة. واكبر مؤسسات الجيش الاقتصادية دي قائمة على فكرة استعباد المجند واستخدامه فور فري. ما بيدفقلوش راتب. انما انا بديك مكافأة شهرية عشان انت ولد اه بتخدم عندنا في الجيش بيتعابونا. خلي بدك كان دا لانه مهم. فانت المفروض كعسكري تخدم في الوحدة العسكرية. انت لا تخدم في الوحدة العسكرية. انت بتخدم فين? في الوحدة الاقتصادية. التي يديرها الجنرالات لصالح انفسهم. فلما يكون عندك نصف مليون عسكري في السنة. نصف مليون دول يفتحوا كم مصنع اوستاذ? مئات بل الاف المصانع. متوسطة الحجم. وصغيرة الحجم. وكبيرة الحجم. صح ولا? نصف مليون واحد. ما بتدفع لهمش حاجة. بينتجوا. فالمفروض ان انتاجهم لما يتباع في السوق يكون ارخص. فانت هتبيع اكتر. هتحقق ربح اكتر. صح? المفروض الربح يروح لمين? حتى هذه اللحظة لا نعلم. هل بيذهب الى الجيش المؤسسة العسكرية? ام بيذهب الى الجيش والجنرالات والبروكرز اللي هم الوسطاء بتوع بيع السلاح وبيع الاقتصاد? ولا بيذهب لمين? ده مهم جدا تفهمه. فاللي حاصل حضرتك انه افتاح سيسي جعل المال دولة او دولة بين اغنياء الجنرالات الذين يديرون اقتصاد مصر الشدو اللي هو في الخفاء. اللي يسموه اقتصاد العسكر. اللي ما بيخشش في ميزانية الدولة. ادي واحد. اتنين لما ازداد ضغطوا هؤلاء النفر لما رجال الاعمال. من انه يا باشا انت وكلها والعة واحنا ما بنشتغلش. قالوهم ودوهم حاجة. وشغلوهم من تحت. بس وانتو بتشغلوهم من تحت لتحت. خليهم يرفعوا الاسعار. عشان احنا كجيش هناخد عمولة. يبقى كده ضربنا في مين? في المواطن. فكده حتى رجل الاعمال اللي بيشغل مع سيسي بيمص من دم مين? الشعب. اللي حصل النتيجة لهدي السياسة انه بقى المواطن بياخد الحاجة غالية. ما اما من رجل الاعمال او من الجماعة بتقول الجيش لانه الجيش مش هينزل الاسعار قوي عشان مدربش رجال لايه? الاعمال. فاصبح هناك فرق سعر كبير جدا. وده محدش يقدر ينكره. الهامش ده ما بيروحش للدولة. بيروح ليه رجال الاعمال والجنرالات. عشان كده الدراسة بتقول لك انه احنا عندنا الان سبعمية اربعة وستين رجل وامرأة عندهم اكتر من تلاتين مليون دولار. يعني كام يا استاذ? تلاتين في خمستاشر ربعمية وخمسين مليون جنيه. ده حسب لك خمساشر جنيه. في عصر السيسي كان العدد سبعمية وعشين في سنة اربعتاشر زود ودوها بقى كمان في اشين واحد زاد ومين دول? لازم نعرفه. طبعا هذه الارقام ليس فيها الجنرالات. لان الجنرالات لتعرف لهم اول ولا اخر. مش تعرف. انما هيديها لفلان اللي هيطلع في الاخر بنعمه بنعمته بنخلته جنرال. طيب. سنة اربعة وعشرين لو استمر المعلم على الوضع اللي احنا فيه ربنا لا يديمه ولا يديله العافية. هيكون عددهم الف امتين تسعة وستين. دول هيكونوا رجال الجيش اللي خرجوا الى الحياة المدنية تماما وتحولوا الى جنرالات. ده كلام من عندي. في عصر السيسي الفين واربعتاشر كان عندنا خمسة واربعين الف واحد عندهم مليون دولار. في عصر السيسي بقى عدد المصريين اللي عندهم اكتر من مليون دولار خمسة وسبعين الف. يعني طلق تلاتين الف واحد مليونير في الخمس سنين اللي فات. او ست سنين. يعني عنده مليون دولار. يعني ستاشر سبعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر زي ما انت بتشيري وتبيعه. طيب عصر مين? السيسي. والكلام منسوب للجارد يعني. ونشرت جزء منه احنا عملنا الشغل بتاعنا بناءا على الخبر بتاعه نوافز. طيب فعصر السيسي بقى. المفروض ان السروة دي لما يكون عندك الف واحد. سبعة وخمسين الف مليون. يبقى دول بيمتلكوا. اه دي تسع اصفار. اه دي دول تسع اصفار اللي هم ستة اصفار صح? مليون ستة اصفار. ستة اصفار. اه دي دول بيملكوا لوحدهم. لوحدهم. بيملكوا خمسة وسبعين مليار دولار. كم يا معلم? خمسة وسبعين مليار دولار. تعالى بقى لما اقول لك الديون بتاعتنا كام? ديون مصر الخارجية مية وتمانية مليار دولار. يعني لو خدنا الخمسة وسبعين مليار دول. من الاغنياء الحرب اللي اتعاملوا ايام السيسي. وسددنا بهم الديون هيبقى ديوننا الخارجية ايه? سفر. يقدر يقمر السيسي كده? لا. ما يقدرش يقوم كده. ده الكلام ده في يونيو اللي فات. الديون دي في يونيو اللي فات. ده يونيو اللي جاي هتبقى مية وتمانتاشر مسلا. ولا ما تعرفش هتبقى كام عشان ما لكن يعني عمرها ما توقفت الديون وقروض. فبلد فيها فقرة ومتعطلين عن العمل زادوا من الفين وتسعتاشر ابريل يونيو الفين وتسعتاشر ليوليو يعني ستة شهور تقريبا زادوا من اتنين مليون اربعة وتسعين الى اتنين مليون متين وتناشر الف يعني حوالي مية وكزا الف صح يا استاذ? زادوا طالة وبطالة البلد دي عندها خمسة وسبعين الف مليونير بالدولار لو جمعت سروتهم هيطلع سروتهم خمسة وسبعين مليار صح ولا انا غلطان? خمسة سبعين الف ساعة. خمسة وسبعين مليار دولار لما تحط اللوحة دي جنب اللوحة بتاعة الديون والقروض هيتبقى لك الاتنين يا ساعت المخرج لو قدرت تحط اللوحتين جانب بعض يبقى عمل انساني عظيم جدا مش هنسهولك وادعيلك فوصل الناس كلها تدعيلك. طيب. لما يكون عندي اللي اكتر من تلاتين مليون الف ميتين تسعة وستين في تلاتين مليون اهدي اهدي التلاتين مليون اهدي الستة اصفار اولا هم اهدي الستة اصفار دول مليار ولا ولا في تلاتة في تلاتين هيطلع عندك تلاتين مليار دولار لك تسعى للناس اللي عندها تلاتين مليون والناس اللي عندها مليون واحد دولار خمسة وسبعين الف مواطن لما تجمع السروتين دولار مع بعضهم اطلعوا ايه اكتر من ميت مليار دولار اغتنوا فيها منين? السؤال الفلوس دي جات منين? في بلد مديونة? في بلد نسبة الفقر فيها خمسة وتلاتين الى اربعين في المية بعض المحافظات? في بلد فيها نسبة بطالة بتزيد? في بلد فيها الديون بتزيد? في بلد فيها الاسعار بتزيد? ايه الفلوس جات منين يا معلم? عندك اجابة ولا? تقدر تقول? لا اقول لي صحيح. اقول لك انا الفلوس جات من هذا الكم من المشاريع اللي اتعملته وبتدخل فلوس يعني الكارتة اللي عالطريق دي من مدينة الشروق للدائري ادفع عشرين جنيه رايح بكو تلاتين جنيه جاي من بكو مين اللي بياخدها? اللي بياخدها الجيش? طب مين اللي بيشتغل? تسوي راس من تحته وابون اهنين من تحت? والعالم دي هي اللي بتزيد اموالها? والشعب مش لاقي ياكل. لو حضرتك عاوز تكدبني طلع لي بيانات جهاز الاحصاء السنة النفاتة او طمانتاشن. هتلاقي ان انت عندك ناس ما عنداش لحد هذه اللحظة حمامات. الحمام الواحد في بعض المحافظات بيتناوب عليه بين خمسة والستة والعشر. تعرف كده? هل تعلم ان في مصر ناس ما زالت بتعمل في حمامات طرنشات ما عنداش مجالي? تعرف كده? عارف انت ان انا انا عرفها يعني مش قولك معنا يعني يعني معاهزة افحارت القبير في الارض ويقعد يعمل لمعاهزة في الكنيف. انا بقولها لك بالبلدي. ده فين? مصر اللي ايه? اللي السيسي بيروح الجيش ويقول لهم شايفين خيار يا ولاد. الله ما صلى هنم بقى الخيار. ومصر هتبقى حلوة. هل تعلم ان في نسبة كبيرة جدا من الشعب متعافش مية الشرب? وهتزيد هزين نسبة بعد حكاية المية? طب هل تعلم كم الاموال اللي دخلت للجيش في الاقتصاد منذ جيس السيسي حد نهاده? تعرف? طب تعرف نسبة الربح حد ايه? يقول لك احنا عندنا مشاريه بتاعتها اربعة تلليون وشغلنا الاب ملايين الناس. ايو هم بقى انت شغلته كانه شغال بالقطع عندك. عمالة سرحة. عمالة سرحة. واقف الراجل في صورة يا ساعة المخرج. للعمال هم واقفين مسلا في التجمع في مدينة ناص قاعدين حاطين الاوادين بتاعتها واقفين في الشارع. اه دي بلد فيها مليون واحد عنده فيها خمسة وسبعين الف واحد عنده مليون. دول واحدهم يعملوا خمسة وسبعين مليار. ولا انا غلطان ولا اكتر? اضراب لدول في دول يا استاذ. وعندها ناس حوالي الف وشوية واحد عنده تلاتين مليون واكتر. لما تحط عليهم التالتة بقى العاطلين او قروض هيتبقى لك ان اللي بيحكم هزا البلد عامل وخين بالسلس. الفلوس دي بتروح فين? حد يقول لي انا سلام. يقول لي الفلوس دي عند مين وجهت منين? هل بنتجر في المخدرات? هل بيتجر في الحبوب? هل بيتجر في الممنوعات? هل بيصدروا حاجاته احنا ما عرفهاش? طيب لماذا لا نغتني? اللي بتزيد ثروتهم هم. واللي بتزيد ثروت ده انت بتتكلم عن تلاتين مليون? هم دول هم هم يا استاذ مش كده انا غلطة انا. مش هي نفس اللوحة اقول ايه? هي نفس اللوحة بس المخدق زي ما تقول اخد التعسيلة بس لا ده ده حديدي وجامد ما تقلقش. هم نفس اللوحة يا استاذ. يعني يا ريت لو تجيب التانية ما مش مش كده. كلام اللي بقوله لك ده مش من عندي. دي دراسات وابحاث بتأملها جهات اجنبية. المتعطق وعطهم لوحتين زهر ان فيه خطأ فني. نعتقدر عن هذا الخطأ الفني الذي لا نملك فيه احنا نعمل نفس نفس الكلام بتاع زمان لكن يعني عادي جدا عادي زملائنا واحبتنا. لان عاوز اقولك انه مفيش حاجة واضحة في هذا البلد. الشي الواضح الوحيد ان احنا ستين في المية من سكان مصر اما فقراء او اكثر احتياجا. ده كلام البنك الدولي التابع للاخوة المسلمين. فرع لندن. ده فرع لندن. فرع التاني اللي هو بتاع فرع تركيا بيقول لك هم خمسة وخمسين. يعني البنك الدولي يبدي. مش كده يا جماعة ولا انا غلطان. حتى تاني والله عشان السيادة. نسبة الفقراء وفقها للمحافظات الله عليك. ايه الجمال ده? اهو كده. بصوا حبابي. ده كلام احنا عرضناه قبل كده. في محافظات الصعيد في محافظة اصيوت نسبة الفقر ستة وستين وسبعة من عشرة في المية. ده كلام صادر عن انفو جراف صادر عن الجهاز المركزي للتعبع العامة والاحصاء. فرع الاخوان المسلمين فرع الجيش. الاخوان المسلمين فرع الجيش اللي مطلع انت ده ايه? لانه بيرقاسه له وزار كان عميل وعش. عاوز بقى السيسي يطلع بقى يعلق الكلام ده بقى. ويقول لك معدلات التنمية وسط خمسة ونصف المية. بس احنا بقى عندنا مليونيرات خدوا السروة وفقراء يزدادوا فقرا. خط الفقر المدقع اللي هو قدام حضرتك قدامك الشخص يبلغ متوسط خط الفقر سبعمية ستة وتلاتين جنيه للفرض. يعني اللي بياخد سبعمية جنيه في الشهر هو ده خط الفقر الده. الاسرة المكونة من فرضين بيالي غير تحتاج الى الف ستمية سبعة وستين في الشهر. حتى تستطيع الوفاء بحاجاتها ايه? الاساسية. واللي اكتر من كده يزيد ولا. ده كلام مهمة. فاحنا ما شاء الله عندنا الفقر ضارب. والنسب قدام حضرتك. ايه دي النسب قدام حضرتك. تسعة وتسعين الفين واربعة الفين وتمانية الفين وحداشر تلاتاشر خمستاشر سبعتاشر تسعتاشر عشر هتلاقيها فوق بالسرعة على رسول الله. تمانية تسعة الفين تمانية الفين تسعة الدنيا فينا كانت مضروبة. وبدأ آآ مبارك يرعب في الارقام وبلاده الحمد لله عايشين بشوية ملايين فكة ابوهم سبعهم. لعنة الله على الظالمين كلهم. ايه ما هتفكر ان الناس دي هتفوت ولا هتعدي. دي ظلم ولا تتين في سبعين. اش عز اقوله. ودي عام المؤشرات بتاعت حضرتك في التعليم وفي غيره. على اي حال. اللي انا عز اقوله لك يا حبيبي. واكرر عليه واكد. لا ينتج العسكر اقتصادا قويا. ينتج نوع من التكويش على الاقتصاد. ينشئ مؤسسته لتقويط عدده. ويبقى عنده مال ليصرف على الغلابة ويسكتهم به. انما لا يمكن ان يخفف من اعباء المواطنين. لو مش مصدقني. في راجل طيب قوي. اسمه بلحة. اهو اسمها. لعله يعني. يعني. يكون قال لك كلام من سمت سنين حاجة اتغيرت. لو حاجة اتغيرت عندك يبقى تعالق بيني. اتفضل يا فاني. لما جينا نعمل اصلاح اقتصادي. وده كان اصعب واقصى برنامج اصلاح اقتصادي على الاطلاق. خلاص انتبهت بقى. جديدة. ما هي. ليس لك حق. انت سنازل السؤال. هذا سر من اسرار الدولة. كيف ستكون? لا تسألش هذا السؤال لانه هذا السؤال سر من اسرار الكون. ما نعمل ايه يعني? حضرتك لا عندك برلمان. ولا عندك سياسة. ولا عندك احزاب. ولا عندك نلقابات. ولا عندك اي حاجة تنقش الامر. ولا صحافة. الناس هتعرف مينين? مش هتعرف. هو مطلوب انك بتعرف. ولذلك هذه الفترة انا باعتبرها فترة مؤتمة ستمر بكل سوادة. فاللهم لا تطل علينا هذا السواد. هذا سواد في ظلمات بعضها فوق بعض. والله ليس اسوأ ولا اسود من هذه الايام في تاريخ مصر كلها. وهيتم يعمل كده. وزا انت فهم الاصلاح الاقتصاد هيعمل لك حاجة اللي هو بجد عيدة هو سيزيد في رواتب الجيش. وفي اقتصاد جنرالات الجيش. ايوة. ايوة. ارسل لي راجل مدير عام طلع معاش. هياخد الف ومتين جنيه. يا جماعة اتقوا الله زميله اللي كان معاه. كان سول ولا كان مش عارف ايه. ودخل الجيش خرج منه بعشرة وتمانية وسبعة وستة. والمدرس يطلع ب الف ومتين جنيه ولا ايه يا جماعة في ايه? ايه الخراب ده? دي مش دولة دي دولة اللواءات دولة الجنرالات. ويطلع هو ما يدفعش عن حق المعلم ولا المهندس ولا سامح عشور يدافع عن حق المحامين اللي ماتوا وخمسين جنيه معاش يا كفرة مش عاوز يديهم لمحامي يقولك اسمكتش مش تعمل في المينة يا اخوة محامي دفع في هذه النقابة ليه بتعملوا كده بنعمل زي السيسي ما بيعمل كده بس ربنا مش هيسيبكم ولا الشعب هيسيبكم السيسي كان بقولك الجيش عندي ما بياخدش رواتب. ورواتبهم ضعيفة. اه والله. عاوزين شوية مقويات يا جماعة تدر الجيش شوية مقويات. تفضل. ليكو كلكم ولية. يا طرح احنا بند الجيش والشرطة ايه? بندهم ايه? مرتبات. يا طرح بيقولولنا بيعملوا اقافات عايزين فلوس? بيقولوا مش هنكمل الا لو ديتنا? لا والله. لو حصلت ولا تحصل. التمن اللي بيدفع ده تمن كبير قوي ما يتعودش خالص. لكن اريد اقولكو ان حتى انا بقول لها للي ما يعرفش يعني. المبلغ المرتبات اللي بتاخدها الناس دي الزابط كان او صف زابط او جندي في الجيش او الشرطة. لو قلتلكم الارقام حتستغربها اوي. حتستغربها اوي ان هي ارقام يعني ارقام متواضعة. وده على كل حال كان طوله عمر الجيش كده. والله انتكلم. كتاب اوي. ومعني المليونيونات دول مين? اتحداكم ان من بين هدي المليونيونات عشرين تلاتين اربعين الف خمسمية من الجنالات. كلهم هتلاقيهم اكس مليتري. اكس مليتري. لانه كان البلد كان اقتصاد البلد صارع اوليجارش عسكري. مش مدني حتى. وبقول لك اقتصاد الشهر الجيش. مين اللي يرتب يا ريتي يكون خمسين في الميتة. انا نفسي بقى اني وصلوا لك ده. اه حجم الاقتصاد بتاع القوات المسلحة وده اه اتقال عشرين في المية وخمسين في المية. طب انا حقول لكم حاجة. طب ده اتمنى. والله العظيم اتمنى. انتم عارفين يعني ايه ان ان الاقتصاد اه المصري يبقى القوات المسلحة دي الدولة. والدولة دي جزء منها ايه او الدولة دي من ضمن اجزاءها القوات المسلحة. يريت القوات المسلحة. كان تمتلك خمسين فيم من اقتصاد مصر. لو في اي رقم جدا. دولة دي قوات المسلحة دي دولة اه و جيش ده شعب منها و كده. دي عقيدة. لما الدنيا كويسة بعد ست سيئين سبعة سيئين من انقلاب. فالمفروض نشوف ايه? نشوف رخاء في الاسعار. على الاقل ما تزيدش الاسعار. تنزل شوية الفواتير بتاعت الكهرباء يا اخي. ما انت بتصدر الكهرباء. تنزل شوية ما انت عندك غاز زي ما بتقول. لا ده انا بنفع اقتصاد اسرائيل. بخمستاشر مليار دولار من لحم الحي بلدي. عشان اسرائيل تدافع عنك. وعن عيلتك وعن اسرتك. وعن العرر. الجنرالات العرر. اللي نسيوا الكفاح والنضال والجهاد والقتال. ونسيوا دماء الشهداء. في معاركنا ضد المحتل. وافتكر ان المحتل لما الاخوان المسلمين تعالوا نقتل فيهم. جاتكم القرف قوي. الناس اللي بتتظاهر دي بتتظاهر عشان بيمشوهم من شركة رابحة. عشان يبيعوا جزء منها للفطيم ولا ما عرفش المين. شركة الشرقية للدخان. شركة بتكسب. ما فيش اكتر من كيف في مصر بيكسب. الهاوي وكشك السجاير. صح? بيتظهروا ليه? غويين قرف يعني? لا. لان حضرتك عاوز تبيع الشركة دي. بملاليم. ويجي الراجل الاماراتي. يدخل الف عشان ياخد مليون قصاده. والشعب يقعد يباص باص باقى ولا يماصم الشفايفون. صح? هو ده. ده اقتصاد لا. دي ادارة لا. دي دولة لا. عشان كده هم عندوش وجه يقابل بين ناس ولا يخرج. بقال له منها مدة وحشنا والله. لانه بيهالفط والناس قالوله بطل هالفطة. ونتمنى من الله ان احنا ما ننسهوش. اوه اتونسو السيسي يا جماعة. انا مش عايزين نركز على العيال بتوع السيسي. تردعونا السيسي تاني. انا عزيسي سيسي تاع زمان. الحقيقة. مش المختفي. السيسي اللي مش قادر يواجه صد النهضة. ولا قادر يعمل اي شيء في اصلاح الاقتصادي. مش قادر. كل كل كلامه وعود. فرغة ملاش اي لازمة. الناس جعانة وتعبانة. وارفانة. ومليورينات عملة تطلع تطلع تطلع. وناس عندها مليار درات. وناس عندها ملايين. وناس عندها لا شيء. ستة وستين في المية. من سكان محافظة السيوط تحت خط الفقر ايه وعا تنسى. ايه وعا تنسى. السيسي محركش ساكن. ما بناش جامعة. ما بناش مدرسة. ما بناش مستشفى. وشعي ابني. لان هو جاي لضمار مصر عميل اصيل. جاي يخربها. وليجي بعدها بقى يبقى يشوف بقى مين اللي يعملها. او خشه في ختال بقى ضد الجيش. ودود الجنرال محمد واولاده. والجنرال حسن واحفاده. وتبقى مزرعة زي بشار الاسد واخواته. هو عاوز يعمل كده في البلد للأسد.